موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج أنا من هناك أقدمها لكم من لندن عودة من برلين وضيفي اليوم هو الكاتب والناقد هيثم حسين نتعرف عليه في هذا التقرير ثم نعود هيثم حسين من مواليد الحسكة عامودة تنقل بين مدن عربية وغربية كثيرة إلى أن استقر به الحال في لندن عضو جمعية المؤلفين في بريطانيا وعضو نادي القلم الإسكتلندي يفضل الكاتب هيثم حسين صفة السوري عن صفة الكردي السوري هو الذي انشغل في كتاباته بمسائل الهوية والانتماء ومفهوم الوطن والوطنية كتب عن بيئته كما فعل معظم الكتاب السوريين حيث شكلت الرواية في المشهد السوري الشاهدة والنقلة لما يحدث وراء جدران البيوت وفي قلب الطوائف والأديان نشر العديد من الكتب بين الرواية والبحث والنقد نستضيفه في أنا من هناك لنسأله عن الفرق بين الشخصية السورية والشخصية الكردية التي ميز بينهما في رواياته عن انخراط جزء من الأكراد في سياسة موالية للنظام هم الذين انتفضوا سابقا ضده ووقف معهم سوريون معارضون ودفعوا ثمن وقوفهم ذلك الحين كيف يرى الكاتب المسألة الكردية في الثورة السورية وكيف ينظر إلى موضوع الانتماء اليوم بعد ثماني سنوات من مأساة الشعب السوري وهل الهوية باتت أضيق من الوطن؟ أسئلة كثيرة نطرحها على ضيفنا هذا المساء المسألة الخير هيسام وشكراً كثير لوجودك اليوم ببرنامجي بهذه الحلقة مسألة نور شكراً جزيلاً على استضافة تسلام هيسام بدي أبدأ من روايتك عشبة ضارة في الفردوس هيك فوراً نبدأ بالرواية كيف توصف تجربة الكتابة عن الداخل من الخارج؟ هل هي مسافة ضرورية أم ربما مشكلة؟ في الحقيقة بالحديث عن الداخل والخارج حين أكتب الرواية أكون مسكوناً بالداخل الداخل يعيش داخلي بمعنى ما؟ لذلك فحين أقاربه وصويره لا أحتاج إلى مسافة كبيرة للتخيل أو التخيل كل ما أحتاجه هو هذا الوقت الذي الوقت تهديئة نفسي وتوصيف الداخل أكثر وأكثر المسافات الجغرافية هي يعني في لحظة الكتابة تضيئ أو تلغى كيف؟ يعني كيف وأنت تعيش في مثلا في اسطنبول كنت وبين القاهرة واسطنبول وبريطانيا؟ نعم هذه الرواية حقيقة هي حكاية بحذاتها كتبتها في أكثر من دولة بدأت بها حين كنت في الإمارات كتبت بعض الفصول حين كنت في القاهرة توقفت عن كتابتها لفترة وفي اسطنبول أكملت بعض الفصول ثم هنا في بريطانيا أتممتها وأخذت مني بعض الوقت الوقت كان بالتوقف بالتوقف الاضطراري بين محطات التنقل بين أكثر من دولة أكثر من مدينة يعني بالتأكيد كما قلت أنه أنت مسكون بالرواية أو بالحكاية أو بالقصة أو بالشخصيات لكن يعني ولا ممكن تأثر الجغرافيا وخصوصي هذا التنقل يعني لو افترضنا أنك كتبتها كله في اسطنبول لربما يعني أقلمت نفسك على كتابة هناك يعني كي لا نلغي الدور التأثيرات البيئية المحيطة بالكاتب كان هناك تأثير بمعنى ما على رؤيتي للتفاصيل حين أعيد سرد التفاصيل هناك هذه المسافة الجغرافية أعطتني فسحة أو فرصة لمزيد من التأمل فيما كنا فيه التأثيرات البيئية تجلد في كتابي اللاحق الذي هو يعني سيرة روائية قد لا يبقى أحد لذلك حاولت وأنا أكتب العشبة ضارة في الفردوس أن أبقي نفسي مسكونا بالداخل وأخذت مراحل تاريخية أو مراحل فصول متغيرة مثلا من ناحية الزمن من أكثر من مكاة يعني بدأت في السبعينات أو قبلها وهناك عودة وتنقل لذلك يعني حتى لو أني في الداخل سأكون مضطرا للعودة الزمنية والعودة الزمنية هي عودة متخيلة في النهاية هل تعتبرها رواية توثيقية؟ لا أعتبرها رواية توثيقية أو أي دور رواية بمعنى ما هي رواية توثيقية هي تؤرخ للمكان وأهله لكن هل كان إليك عودة إلى بعض القصص نعم بهذا المعنى نعم هناك كانت لي عودة إلى وثائق بعض الوثائق الأمنية الخاصة بالحديث عن عن كيفية تفتيت الأكراد في سوريا كيفية تدمير المجتمع الكردي كيفية الاشتغال على تفتيت هذا المجتمع أكثر فأكثر أكثر ما هو مقسم وكانت مثلا رجعت إلى بعض الوثائق المتعلقة بإحصاء 1962 الإحصاء الجائر بحق المنطقة بحق الأبناء المنطقة من الأكراد ممن تم تجريده من الجنسية وبعد ذلك الوصائل التي كان ينفعها المسؤول الأمني في المحافظة آنذاك لمسؤول شعبة الأمن السياسي وكيف يتصور واقع المنطقة أو مستقبل المنطقة لصهر أبناء المنطقة والتغيير هويتهم والتشويههم بمعنى ما التجريد من وجودهم يعني التجريد من الوثائق لم يكن فقط تجريده من الأوراق إنما كانت محاولة لتجريدنا الهوية صحيح نحكي طبعا عن الهوية هيسة مخاصة أنك اشتغلت كثير عليها بأعمالك إن كان الروائية أو الصحفية بس أنت عرشت على الموضوع وأنا كنت حابة أسألك أنه بهذه الرواية اللي كنا نحكي عنها طبعا عشب يضرر في الفردوس أنت وثقت أو كنت عبت وثق جزء من معاناة طبعا الأكراد اللي اضطروا بعد انتفاضة آدار الفين واربعان نزوح إلى دمشق وحلب يعني المدن الرئيسية في سوريا وتعرضهم للاستغلال كما أنت تقول وشعورهم أنهم غرباء واليوم الآن أنت تتحدث عن محاولات تفتيتهم كمجتمع بدي أسألك المجتمع السوري كله أليس يعني أليس ما كان عرضة لهذه المحاولات التفتيت فقط الأكراد يلي فتتوا واستغلوا من بدون أدنى شك المحاولات قولبة المجتمع والتشويه المجتمع والتفتيتي كانت عامة على كل السوريين لكن في الواقع الكردي كان هناك جزء مركب من هذا التشويه الطهاد مركب الطهاد لأنك سوري تعيش في السوريا والطهاد آخر أنك كردي وتجرد من سوريتك في نفس الوقت هناك أمران متناقضان في هذا نعم الحديث عن نزوح الكردي وغربته في بلده هناك في الأذبيات الكردية انتفاضة ناعش آذار هي حدث مفصلي في التاريخ الكردي الحديث في القرن الواحد والعشرين بالنسبة لأكراد سوريا بعد ذلك تمت السيطرة على المنطقة بطريقة أمنية قمعية متعسفة جدا وصادفت هناك بعض الظروف البيئية من الجفاف وغير ذلك فأضطر كثير من الأكراد إلى الهجرة إلى المدن الكبرى دمشق وحلب وبشكل خاص طبعا وهذا الجفاف أيضا مسى يعني إذا أنت عم تميز بين الأكراد والسوريين مسى السوريين يقتنون بمناطق بالنسبة لي أتحدث عن أبناء بيئتي من كنت أعيش معهم وأشهد معاناتهم لا شك المأساة كانت عامة لكن المأساة الكردية مركبة من ناحية ليس الظروف البيئية فقط لكن الظروف البيئية هي طبيعية وظروف السياسية لكن الظروف التي كانت مستمرة ومديدة منذ عقود وحتى انتفاضة آذار وما بعدها الجوانب السياسية عكست على الجوانب الاقتصادية والشباب الكرد من هجر مناطقه وذهب إلى دمشق وهناك عوائل بأسرها انتقلت إلى مجهول ما بالنسبة لأبناء القرى والأرياف والمناطق الكردية كانت دمشق بعيدة جدا بعيدة بأكثر من معنى بعيدة بالمعنى الجغرافي وبعيدة بالمعنى الثقافي أيضا بعيدة عن الكل كما كانت حلب وكما كانت دير الزور وكما كانت إدلب كل المناطق السورية بعيدة عن بعض وحين ذهبوا إلى الدمشق شعروا بغربة مركبة أيضا أنهم يفترض أن يكونوا أبناء هذا البلد لكن تم استغلالهم في الأعمال في أكثر منصيغة ومنصيغة مسيئة أيضا أحيانا لكن هناك من أثبت نجاحه من النازحين وحاول التأقلم مع المكان ومجرد بعد أن حاول التأقلم مع المكان لفترة ممكن بضع سنوات حتى يتكيف جاءت الأحداث جاءت الثورة فالنزوح الذي أصبح نزوحا آخر إلى أماكنه الأولى أماكنه الأصلية ومن هناك أيضا شعر بغربة فاضطر إلى اللجوء إلى الخارج يعني تعرض الكردي السوري لرحلات مركبة من النزوح أيضا غير الجانب المركب من الأطهات النزوح أصبح نزوح داخلي نزوح داخلي آخر ثم نجوء أنت في الرواية تميز والآن تميز بين الشخصية الكردية والشخصية السورية في الحقيقة هناك يعني هل كنا شعوبا في سوريا أم شعب واحد أعتقد أننا لم نكن شعبا واحدا للأمانة كنا شعوبا في سوريا ويجب أن نقرأ بهذه الحقيقة كنا شعوبا من أكثر من ناحية أيضا كما كانت في قصة مدينتين أكثر من مدينة في نفس المكان هناك شعوبا في نفس الأمكان التي كنا نعيش فيها الشعوب لا أقصد بالمعنى العرقي أو الديني فقط كان هناك التمييز هو الذي يخلق الشعور بالاختلاف بالغطيات هذا الشعور هو الذي يجعلك تبحث عن شخصيتك تبحث عن جانب ترويهي لأن الموضوع أحدهم يجاردك من وجودك ومن هويتك فتتشبث بها الشخصية الكردية جزء من الشخصية السورية هي الغطاء العام الشخصية السورية هي غطاء عام لكن لا يمكنني الحديث بإطلاق عن الشخصية السورية لأنها شخصية فيها الكثير من التفاصيل والتناقضات وغنية لذلك أحاول أن أخذ من قصد من هذه الشخصية التي هي الشخصية الكردية أحاول أن يشتغل عليها هناك رواية هناك روايون آخرون يشتغلوا على الشخصية السورية ما يتناهب داخل هذه الشخصية لا طبعا أنا بسعان بحكي عن أنه هل فأي يعني بدي أرجع أسألك هذا السؤال لاحقا بس كيف بتشوف القضية الكردية بالثورة السورية حقيقة الوضع الكردي أيضا جزء من الوضع السوري المعقد يعني القرار الكردي السوري لست سياسيا لكن ككاتب وروائي مستقل رؤية المشهد الكردي السوري هو معقد لأكثر من سبب القرار الكردي السوري ليس هناك قرار كردي سوري بالمعنى السوري هناك قرار كردي سوري تابع لكردي آخر وذلك الكردي تابع لآخر يعني ليست هناك كما يمكن أن نقول السيادة الكردية الشخصية الكردية المتبلورة صاحبة الرأي والقرار لذلك كالمشهد السوري المفتت للأسف يعني وجاءت الثورة لتظهر هذه الاختلافات أكثر وضعت الجميع أمام مسؤولياتهم والمسؤوليات التي لم يكن كثيرون منهم على قدرها أكيد هيسم لست سياسيا يعني أنت كاتب وأكيد منفضل نحكي بالأدب بس سؤال برأيك ككاتب هل بتوافق على أن الفصيل الكردي كان الأكثر استفادة من السورة السورية بين الفصائل المقاتلة على الأرض يعني الجانب العسكري لست فقيها بالجانب العسكري لكن انتحدثنا الحروب والأزمات كلها وقودها البشر والغاية منها البشر يفترض المحافظة على البشر انتحدثنا بهذا المبدأ المدن الكردية في سوريا المناطق ذات الغالبية الكردية في سوريا لم تتعرض لقصف بالبراميل مباشر لكن تعرضت لقصف من نوع آخر هناك تهجير على مستوى كبير جدا من الشباب الأكراد من العوائل الكردية اليوم مئات آلاف الأكراد السوريين في الخارج لكن كل الشعب السوري في الخارج كله يتعرض للتهجير نعم الفصيل إذا تحدثنا عن الجوانب أن المكتسبات العسكرية أو السياسية أعتقد هي مكتسبات آنية وتعتمد على الظرف الدولي والمحاصصة الدولية والنفوذ الدولي والتوافقات الدولية الوضع الكردي معلق كما وضع معلق بانتظار ما ستقول إليه الأمور إما تستقرر أو استقرار نسبي لن يكون هناك استقرار برأي العقود في هذه المرضقة لأن البؤر المشاكل هي بؤر مرشحة للانفجار في أي وقت لذلك فهذا الاستقرار أو هذه المكتسبات آنية وليست بالمعنى الحرفي هي مكتسبات دائمة كيف تفسر إذا ما نحكي بانطلاقها من علم النفس من الفلسفة من خبرتك بمنطقتك كما قلت كيف تفسر موقف كثير من الأكراد لاتخذوا مع نظام طبعا المجرم في سوريا ضد الثورة وهنا تعرضوا كما ذكرت أنت للتهميش والقمع وسولب وحقوقهم الحديث عن موقف الكثير من الأكراد أعتقد فيه مغالطة أكثر من 90% من الأكراد السوريين كانوا ضد النظام ولا زالوا ضد النظام نحكي بعد الثورة نعم والذي حصل أن النظام لم يكن يريدها حربا على الأكراد حربا قومية كان يريد إبقاءها حربا طائفية لذلك النظام يخطط على عكس الجهة الأخرى الجهة الثوار مخططات النظام لها بعد أكثر علينا أن نقر بهذا الأكراد السوريون بس انطلع عليهم هذا وكأنه كان في تزاوج مصالح أعتقد الموضوع أبعد من رغب أنك تكون مع النظام أو لا هو الأكراد السوريون كانوا كما قلت ولا زالوا ضد النظام لأنه أجرم بحقهم تاريخيا لكن الفصيل الكردي الذي تم تسليم المنطقة له وتم تسليحه وتم سيطراته على المنطقة له حساباته السياسية التي لا تتقاطع بالضرورة مع آراء المثقفين والمستقلين والمضطهدين الأكراد السوريين ومن وجهة نظره تحكي عن المثقفين طبعاً لتركوا سوريا لكن نحكي عن الأكراد الموجودين في سوريا نعم هل هم ضد النظام فعلاً؟ أعتقد هذا السؤال جزء منه تشكيكي من ناحية هل هو ضد وكأنهم مع النظام هذا السؤال لا يجوز أن نسأله لكردي السوري هل أنت ضد النظام لسبب بسيط بالنسبة لأن أصبح الآن حدثت كثير من المتغيرات في السبع سنوات الماضية النظام هو أساس الإجرام وهناك أيضاً أصبحت أطراف أخرى تعادي الكرد لحسابات سياسية لكن الوقائع تفرض علينا أن نسأل هذا السؤال ما شاهدناه خلال 8 سنوات الماضية عدم وقوف مع الثورة كيف لم يقفوا مع الثورة؟ كيف وقفوا مع الثورة؟ كانت هناك مظاهرات في كل مدن الكردية لم تبقى مدينة كردية إلا خرجت كما قلت النظام لم يريد الدخول في مواجهة مسلحة مع الأكراد لذلك كان يترك هامشاً معيناً وهذا الهامش أبقي وتوسعه مع تراكم السنوات ومع سيطرة الحزب الكردي على المنطقة ومع التوازنات الدولية لأن السوريا اليوم أراها محتلة من قبل عدة احتلالات لذلك أي فصيل واعتبر النظام أيضاً فصيل أي فصيل في السوريا لا يملك رأيه ولا يملك قراره ولا يملك حريته وكل الفصائل متناحرة والآن أصبحت حرباً بين فصائل على السلطة لذلك القسم كبير من الأكراد يرى أن مصلحته في هذه الحرب أن يحافظ على أماكنه على سلم الأهلي عدم تدمير المدن وهذا أصبح الآن أنا ست سنوات في الخارج هناك عقلية بدأت تتبلور عند الناس هناك الحرب تفرض مسلماتها لذلك لا يمكن الحديث باسمهم التحدث من وجهة نظري بالتأكيد أنا أصلك المشاهد نظري ككاتب خلاص وعد حش سياسي متوقف مع فاصل قصير ثم نعود مشاهدين أبقوا معكم أهلاً بكم الجديد مشاهدين الكرام وأهلاً بضيفي الكاتب هيسم حسين هيسم كما ذكرنا طبعاً بالمحور الأول أنه بأعمالك الروائية أو النقدية أو المقالات الصحفية أو الدراسات اشتغلت كثير على موضوع الهوية والانتماء وموضوع الزاكرة اليوم أي هوية بتحمل أي انتماء لديك يعني الهوية لا أعتبر الهوية موضوعاً جامداً ومتحجراً كي نقولبها الهوية للإنسان متغيرة بحسب الظروف التي يعيشوا فيها هناك هويات تعيش داخل الإنسان هويات تعيش داخل الإنسان لا يفترض بها أن تكون قاتلة هي داخله الهويات التي تكون قاتلة وفق تعبير أمين معلوف هي الهويات التي نحاول الاصطدام من خلالها بالآخر اليوم أحمل يعني أقدم نفسي هوية الإنسانية تتقدم على كل الهويات التي في داخلي لكن لا يمكنني التنكر لجانب الكردي العربي منذ سنوات أعيش هنا في بريطانيا تعيش داخلي أو تتنمو داخلي هوية جديدة يعني أكون بالنهاية نتاج كل هذه التداخلات هل تعتبر نفسك كردي أم سوري يعني بعد الثورة الثورة منحت السوريين طبعا حرية التعبير وصار كل سوري قادر يعبر عن حاله أكتر ففي كثير مسقفين وكتاب أكراد سوريين بفضل يقولوا أنا سوري أو بفضل يقولوا أنا كردي أو بفضل يقولوا أنا كردي سوري أنت فعلا شو بتحسن يعني أيهما يتقدم على الآخر الكردي أم السوري هذا ليس المهم الآن الآن بالنسبة لي أنا كردي من سوريا يمكنك أن تقولي سوري يمكنك أن تقولي كردي أنت شو بتشعر أنا أشعر بالهويتين معا أحدهما لا تلغي الأخرى داخلي يعني والهوية الجانب الكردي هو جزء من يعني جزء من الوفاء لذاتي لوجودي لكينونتي في مجتمعي والجانب السوري جزء من الوفاء لبلدي قبل الثورة السورية لم أكن أشعر أني سوري كنت أشعر أني بغريب كان هناك نوع من التجريد من الوطنية كانت الوطنية مرسومة على مقاس النظام أن تكون وطنيا كما يريد النظام وتلك الوطنية لم تكن توافق مع نظرتي لذاتي ولا للهوية لذلك كنت أشعر بالغربة دائما في بلدي في سوريا قبل الثورة هذا اللي بدي أسألك يا هذا الغربة كلنا يمكن كنا نشعل بهذه الغربة بدي أحكي عن هذا الموضوع لكن أيضا بتساءل دائما أنه يعني شخص مثلا افترض أهله سوريين وخلق بفرنسا وعاش بفرنسا كل حياته ودرس بمدارسها وأكيد ما تعرض للإضطهاد اللي بيتعرض له الأكراد أو السوريين بشكل عام لكن هو بيعتبر نفسه فرنسي يعني أي هوية أخرى تذهب مع الوقت وخاصة إذا ما كان عم بيزور باستمرار بلده يعني هاي النقطة بحب إذا فيك تشرح لياها أكتر بالنسبة للكردي الوضع مختلف قليلا الكردي السوري لم يحدث ارتواء للهوية هناك التعطش لأرواء هذا الجانب ليس هناك أي كيان بهذا المعنى بهذا الاسم يعبر عنك بس من أين يأتي هذا التعطش للهوية من ناحية القمع أنت ممنوع أن تقول عن نفسك ممنوع أن تعبر عن ذاتك بلغتك وهذا القمع يولد رد فعل أن أتشبث أكثر بهويتي وأن أحاول أن دائما أن أركز لا تحدث عن الهوية بمعناها اللغة هوية بتعتبر كل ما يدخل في سياق هذا المكان وأهله يبلور الهوية اللغة جزء من الهوية وليست كل الهوية المكان جزء من الهوية الثقافة جزء من الهوية وبالنهاية الهوية هي نتاج كل هذه التراكمات الحضارية والتاريخية والبيئية الإثنية والأرقية واليوم لا يمكن لأحد أن يزعم أو يدعي أنه يعني نقي العرق أو هوية نقية هذا وهم كبير بالنسبة لأي شخص أن يدعي هذا لكن حين أتحدث عن المجتمع الكردي هو مجتمعي أتحدث عن أناس مضطهدين وغيبين يبحثون عن وجودهم وهويتهم وليس من باب الضبضية معارضة الآخر العربي أو التركي أو الفارسي من شعوب الجوار الكردي من هنا الهوية الكردية تساهم في بناء هذا الشرق وليس في هل تشعر أن الثورة أيضا دفعت الكثيرين من السوريين للعودة لهوياتهم ضيقة لانتماءاتهم ضيقة إن كان طائفيا أو مناطقيا أعتقد في الحالة الطبيعية لتعرض أي شخص لتهديد ما فإنه يعود إلى أسوار الحماية البدائية هل الثورة تهديد؟ لا أقول تهديد لا أقول ثورة تهديد أقول في حالات الخوف كان هناك خوف خوف مناخ عام من الخوف أصبح هناك كل طرف يريد أن يحتمي بملا ذاته ببيئته بجغرافيته وأصبحت من هنا الأقول جانب الحماية للكردي الاستعان بمناطقه أو استعان بجزء آخر للتغلب على هذا الخوف الخوف من القمع من النظام فهمت عليك الخوف من الثورة والخوف من ما الخوف لا أقول من الثورة الثورة جاءت بعد الثورة حدث هناك احتراب وهذا الاحتراب ولد الخوف قبل الاحتراب عادوا قبل الاحتراب عادوا إلى هويته يعني من عاد إلى هويته بدأ يتنكر لسوريته بالنسبة لي الجانب السوري جانب المواطنة هي التي يعني هو الذي يتقدم على أي جانب آخر يعني أن تكون مواطنا في بلد يحترمك يحترم هويتك وإنسانيتك هذا بالنسبة لي سقف الطموح لأن أي بلد يحترم مواطنيه وإن كان هناك قانون المواطنة لا تحتاج لأن تقول أنا كردي عربي مسيحي مسلم سني على وإلى آخره أو تقولها ويكون في تصالح معها هنا في بريطانيا هناك مئات الهويات تعيش والناس هنا متقبلون لبعضهم بعضا وهناك احتفاء بالاختلاف لكن بالنسبة لدرجة أنه سموا العاصفة الأولى هي السنة علي وأسارة يعني يعني الجانب الاختلاف ليس تهديدا للآخر بالمجتمعات التي تخشى من ذاتها قبل الآخر تود أن تثبت لذاتها أنها في مأمن وأن الآخر هو العدو في حين أنه لم يتعرف للآخر حقيقة نعم لم تكتب بالكردية لماذا؟ ترجمت عن الكردية حقيقة يعني كتابة إذا عم نحكي عن الهوية واللغة وعلاقتها بالانتماء خليني أقول ليس تضيق عم بحكي عن الانتماء لمنطقتك الكتابة بالكردية يعني بالنسبة لي فيها بعض الصعوبة يعني لغتي الأم الكردية أتحدثت الكردية في البيت نعم وكل حياتي بالكردية مع أهلي لكن الكتابة بالكردية هي تحتاج إلى أن تكون لغة علم اللغة العلم والفكر والأدب بالنسبة لي هي لغة اللغة العربية وكل قراءاتي عبر عقود هي بالعربية لذلك أن أعبر عن ما أعبر عنه بالعربية بالكردية صعب كثيرا بالنسبة لي في هذه الفترة يحتاج إلى تراكم وعمل وجهد لا أدري هل سيسعفني الزمن ذات يوم بالكتابة بالكردية لكن أنت ترجمت من الكرد إلى العربي لكن ليس أن العربي إلى الكرد نعم لا تحتاج إلى ذلك التفقه القواعد في اللغة باعتبار أنها لغتي والعربية والكردية هما لغتان أم بالنسبة لي فلم أجد الصعوبة في الترجمة إلى العربية لكن الترجمة إلى الكردية أو الكتابة بالكردية تحتاج أشعر بأن شخصا آخر يكتب في حين أحاول لذلك توقفت تحتاج إلى التفكير بالكردية نعم يعني التفكير لا أدري التفكير هو أحيانا التفكير بالكردية أو بالعربية أو التفكير خارج اللغات يكون أيضا أحيانا لكن هل تحلم بالكردية أحيانا مثلا أحلم بأي لغة بتحكي بأحلام بلغة الأحلام أحلم بلغة الأحلام التي هي كل لغات البشرية ويمكن تأويلها لاحقا بالعربية أو بالكردية أو بأي لغة يختارها المرأة نعم لكن فعلا في لغة لأنه بالأحلام تحكى يعني فتخيل إذا أنا بحلم حلم بالإنجليزي بقية غريبة ولا مرة حصلت أم ممكن هو الحلم الحلم بمرحلة اللاوعي يعني ومرحلة اللاوعي بحين نفيق نحاول عقلنة اللاوعي الذي كنا فيه هو أنه أول أنه كان بالعربية أو الكردية أو بالإنجليزية أو أي يمكن نعم زكرت مرة هيسم بلقاء أنه مجرد تركت سوريا وطلعت إلى المنفى كل البلدان صارت منافي خلينا نقول مفهوم الوطن هو كتير مفهوم طبعا يعني فطفاد وتكتب عنه كتب لكن هل كنا نعيش بسوريا بوطن برأيك أم بمدن أم لوين انتماء الكائن السوري بالنسبة لي يعني لكل منه وطنه لكن بالنسبة لي بسوريا لم أكن أشعر بأن يعيش في وطني حقيقة قبل الثورة كان جانب تغريب الشخص عن وطنه عن ذاكرته عن ماضيه عن مستقبلي عن حاضره لذلك كان مفهوم الوطنية مختلفا وكان السوري بعيدا عن هذا المفهوم بعدها بفترة قصيرة شعرت بانتماء كبير لهذه الأرض الآن أشعر بانتماء أكبر لأنك حرمت منه يعني ممكن هذا جانب ما وجانب الآخر الذي يعود إليه دائما هو أن هذه الأرض تستحق حياة أفضل وتستحق واقعا ومستقبلا أفضل وهذه الدماء التي تسال هنا جريمة تاريخية بحق الشعوب وبحق الأرض وبحق السوريا لذلك الوطن الذي تفضلت وإذا كانت مصطلح فطفار يعني بات لكل مننا مفهومه للوطن الوطن حين تشعر بلحظة أمان بعيدا عن أي تهديد بالقتل بالعنف بأي شكل من الأشكال أعتقد هذه اللحظة تمثل تعادل بالنسبة لشخص وطنا أيضا الشتات السوري يعني اليوم يحكي عن الشتات السوري وكأنه لم يكن هناك شتات بسوريا بسوريا ألم نكن نعيش شتاتا يعني ابن دمشق لا يعرف عن ابن درعة ابن درعة لا يعرف عن ابن دير الزور هذه حقيقة منعظة مهمة جدا يعني كان هناك كثير من السوريين لا يعرفون بعضهم بعضا طبعا بسعي من النظام طبعا هذا النظام سعى إلى تفكيت المفتت أصلا ضمن كل مدينة كانت هناك حساسيات حتى بين أبناء الحارات حتى ضمن الأسرة الواحدة خلق حساسيات لذلك كان هناك نوع من القواقع نعيشها في السوريا وهذه الحالة التغريبية التي عشناها خلقت بعدا وجفاء بيننا وحين قامت الثورة بدأ الناس يتعرفون إلى بعضهم بعضا أكثر يعني اكتشفوا أن هناك من يتقاطع معهم بالهم بالأمل بالحلم وأنهم ليسوا جميعا أعداه كما صور لهم لذلك أزاحت النقاب عن المخبوط بوجهه نعم وهذا الحذر والحيطة من الآخر لماذا تعتقد أن غالبية الكتاب الكرد في طي النسيان؟ أعتقد أن الطي النسيان هو مصطلح أيضا توصيف لا أدري مدى دقته تحديدا لكن هنا النسيان هو أنت اللي ذكره أدى المصطلح النسيان نعم هو ذكر عني بس حلوة مراجعة لذاتي النسيان هو جاء هناك تصديق كيف يكون هناك تصديق في السابق كان يقال يحتاج الكاتب أو بمعنى حين يبدع وينتج إلى حامل أو رافع كانت هناك الأحزاب ترفع الكردي السوري حرم من مؤسسات لم تكن هناك مؤسسات تحتم به مؤسسات النظام لم تكن فقط تتجاهله بل كانت تحاربه لذلك وكثير من الكتاب وصلوا لدرجة اليأس وتركوا الكتابة أعرف أناسا كانت لديهم موهبة كبيرة ولا تركوا يعني العناد الكردي هنا أفاد كثيرا بالاستمرار بالمواظبة بالصبر هذا الشرف الذي يجعلك تستمر الطي النسيان هو جزء من المؤسسات تلعب دورا جزء من الروافع وتقصير أيضا تقصير في الترجمة يعني الكاتب الكردي السوري مشغول بقوة يومه ككل سوريين يعني فال وإن لم تكن هناك مؤسسات تهتم به لا حضور هناك مثلا إذا تحدثنا عن الكاتب السوري الآخر العربي كانت هناك مؤسسات إلى حد ما في الخارج تهتم بنسبيا أمتكي عن الكتابة عن الكتاب لكن معظم الصحف العربية يعني كبريات الصحف خلينا نقول بحديثا طبعا كانت مهتمة بالشأن الكردي وبالكتاب الأكراد تحديدا يعني الكاتب الكردي السوري أحيانا كان يكون محظوظ أكثر من الكاتب السوري فقط بجريدة الحياة أو السفير أو الأخبار سابقا يعني أتحدث بالجانب المؤسسات وليس فقط مقال من هنا أو مقال من هناك أو مواظبة على الكتابة أنا مثلا استمرت بالكتابة في جريدة الحياة بالجانب النقدي والأدبي ونقد الرواية لكن أقصد التسويق المؤسسات تعمل على تسويقك وليس فقط الكتابات المقالات هذه هي مشكلة الكاتب العربي عموما ما في مؤسسات ترعى الكتابة بشكل عام لكن المشكلة بالنسبة للكردي أضيفي كل المشاكل الكاتب العربي إلى وضع الوضع الكردي مع المشاكل الموجودة هلأ حيتهموك المشاهدين أنه عم تلعب دور الضحية كالكردي أو حاول أن توصيف الحالة بعيدا عن دور الضحية أو دور الجلاد يعني أحاول أن أنظر بشكل شبه مجرد إلى الحالة لا عن حالتي يعني لسه الكاتب الكردي الوحيد هناك كتاب كرد كثيرون مغبونون وأجد نفسي محظوظا أكثر منهم بحكم أن أسعفتني الظروف يعني الإنترنت والتواصل مع الصحف والتواجد في الصحف عالمية كبرى ومنذ سنوات تواجدي في بريطانيا والحرية التي أتمتع بها فأجد نفسي محظوظا أكثر فكل مشاكل الكاتب العربي وهي موجودة لدى الكاتب الكردي بشكل أكبر أيضا وهذا الكتابة والنشر ولم تتمأسس بالمعنى الحقيقي في العالم العربي يعني قلة قليلة من الكتاب لديهم وكلاء أدبيون لديهم دور نشر تحتم بكتبهم وليتترجمها هذا التقصير عام يعني بشكل عام الكتابة حتى الآن هي عب على الكاتب العربي على الغالبية العظمى من الكتاب العربي والثقافة لا تحظى بتمويل تماما مؤسسات الثقافية فقيرة جدا صحيح الاستثمار في الثقافة يعتبر استثمارا فشلا للمستثمارين في العالم العربي سؤال أخير قبل أن توقف مع فاصل أخير أيضا هيسم هل نستطيع الحديث عن رواية كردية؟ هل هناك رواية كردية؟ أدب كردي هناك روايات كردية هناك رواية الكردية في تركيا وهناك التي تكتب بالكردية وهناك التي تكتبها الكتاب الكرد بالتركية أيضا هناك رواية في إيران الكتاب الكرد يكتبونها بالكردية والفارسية طبعا بحكي عن يعني سؤالي بالمعنى المجازي أنه رواية كردية فيها العناصر المشتركة هي رواية البيئة اللي راكمت شي جمعي هي رواية البيئة الكردية حاولت بالنسبة لي في الرواياتي حاولت تصوير المناخ الكردي المجتمع الكردي هموم الكردي البسيط هذا المجتمع بكل ما يعتمل فيه من مفارقات من تناقضات من حكايات من أساطير هذه حاولت جزء من الرواية الكردية لأنها هناك سرديات أيضا وحكايات نعم وعن هذا الموضوع نحكي بعد الفاصل مشاهدين أقول أهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام إلى المحور الأخير من حلقتنا مع الكاتب الروائي الباحث المترجم كل هدول هيسم حسين هيسم هل بتوافق على أنه الرواية السورية وأنت قبل فاصل تحكي طبعا عن رواية الكردية وعن محاولتك لي ما بدي أقول توسيق لكن لتأسيس خلينا نقول فضاء لذاكرة الكردية المناطقية هل بتوافق على أنه الرواية السورية قبل السورة لم تكن سورية كانت رواية مناطقية وكانت رواية طائفية كان فيه الرواية الدرزية الرواية العلوية الرواية السنية الرواية الدمشقية الرواية الكردية هل تفق على هذا الشيء؟ يعني هو إذا أخرناه يمكن أخذ حسب نظرة المرء للموضوع أن تكتب عن بيئتك فليس عيبا المحلية هي ثراء للأدب وإثراء لهم فعن تكتب سواء كنت بني بيئة الدرزية تكتب عنها أو بيئة علوية أو كردية تكتب عن هذه البيئة ضمن النطاق السوري أنا لا أعتقد بس أنا عم بحكي أنه هاي كانت تيك رواية برأي أعتقد لم تكن بهذا التصنيف المقيد للرواية كانت أوسع لأنه لا يمكن الكتابة عن حيز محدود ضمن فضاء واسع اللي هو فضاء سوريا وأصلا من يكتب بالعربية حين تكتبين بالعربية لا يمكنك أن تصني في الرواية فقط هي رواية مناطقية لأنك تكتبين لجمهور عريض لكن هذا ليحدث بسوريا أهم الكتاب كتبوا ليس فقط عن مناطقهم بل عن طوائفهم كان في رواية علوية وكان في رواية درزية بتحكي عن العادات والتقاليد والمشاكل والاضطهاد أنا أجد هذا أنظر إليه من الجانب الإيجابي هو للتعريف الجار والسوري الآخر التعريف السوري السوري بالسوري لأنه يجهله والإنسان عدو ما ومن يجهل لذلك حين يتعرف عليه من خلال الأدب والأدب هو أفضل وسيلة للتعرف بعيدا عن العنصريات والحساسيات لأن الكاتب يكتب عن ابن بيئتي قد يحارب بعض الكتاب وأنا عارف أصدقاء كتاب حوربوا لأنهم كتبوا عن بيئاتهم اعتبرت كتابتهم أنها نشر للغسيل بمعنى ما وخاصة ما يتعلق بالطائفة العلوية يعني الوضع محرج أكثر باعتبار أن هناك جزء من الجانب الباطني وجزء من التكتم وجزء من عدم الرغبة بالظهور عمام الآخر بكل مكاشفة هل هذا الموضوع ولو أنت حكيت عنه بشكل إيجابي لكن هل هذا منع الرواية السورية من الوصول من تخطي الحدود السورية؟ أعتقد الرواية السورية متخطية الحدود السورية الآن أحكي قبل الثورة قبل الثورة كان هناك جزء من تقييد البلد بشكل عام وكان هناك روايين سوريليون حاولوا وصولوا ووصلوا إلى نطاق أكبر وتجاوزوا الحدود بحكم الانتشار مثلا حنا من الروائيين الذين انتشروا وهو الرواية السورية لكن عالميا عالميا الرواية السورية لم تصل فعلا أعتقد الوضع مختلف عالميا رواية حديثة على كل حال كل الرواية العربية بالمناسبة يعني بضعة الروائيين نجيب محفوظ وعبد الرحمن مونيف وخارج السرب لكن معظم من الروائيين العرب عالميا لم يحققوا أي شيء يعني حتى ممن ترجم بس لماذا برأيك هناك مقولة تنسب لإدوارد سعيد في هذا السياق أن الغرب يرى في الشرق مشكلة سياسية والمصيبة حين يرى الآخر فيك مشكلة سياسية لا يستطيع أن يراك بمعنى المبدع الذي يمكن أن تضيف إليه فينظر إليك أنك جلاب للمشاكل فكيف يمكن أن تكون مبدعا وجلابا للمشاكل بنفس الوقت ممكن هذا جانب مساهم وهناك جوانب كثيرة أخرى أعتقد تلعب أدوارا يعني هي جزء من التاريخ على الثقافة على اللغة على الحضور الثقافي هناك روايين مثلا كتبوا في الغرب اللغات الغربية يحققوا بإنجازات بالرغم أنهم كتبوا عن بيئاتهم نعم روايتك رهائن الخطيئة ترجمت للتشيكية نعم واقتبست كعمل مسرحي صحيح نعم شو اللي يخلى هذا العمل تحديدا أنه يمس الجمهور التشيكي أو دار النشر أو المخرج اللي يلاقوا فيه أنه عمل يقدم للجمهور التشيكي هي تعتبر أول رواية عن الحياة الكردية المجتمع الكردي تترجم إلى تشيكية نعم وترجمت برغبة من أصدقاء سوريين أكراد تشيكهم وحين ترجمت هؤلاء وجدوا فيها عالما غريبا قريبا بعيدا في الوقت نفسي القضايا الإنسانية مشتركة الظلم الإحساس بالظلم الحب الكره هي حاسس مشتركة بين جميع البشر نعم لذلك وجدوا نوعا من يعني حظية بنوع من الاهتمام من قبلهم وحرصوا على تقديمها لجمهور أوسع تعرفين المسرح حين يؤدى وأنت ابنت مسرحين كبير من هذه المسرحين العرب المسرح يصل إلى جمهور مباشرة الكتاب قد يحتاج إلى يكون نخبويا أكثر لكن حين يعرض ويكون متنقلا فأن تكون هناك رغبة يخلق رغبة لدى الآخرين بالاطلاع على الرواية وهي رواية الآخرين البعيدين عنهم أرادوا التعمق فيها أنت ذكرت نقطة كثير مهمة أنه في شي مشترك فانقول اللي هو الإنسان الرواية السورية والرواية العربية عموما والرواية السورية خاصة لأننا نحن سوريين وقرأنا أدب سوري يعني بشكل معمق لأصدقاء ولغير أصدقاء متهمة الرواية بأنه حمالة قضايا كبيرة وأنه همشت الإنسان أنت عم تحكي لتشيك لقوا بروايتك شي مشترك له علاقة بمشاعر إنسانية هل بتوافق؟ أعتقد الزعم أن القضايا الكبيرة هي توسيل الرواية أو التفاصيل الهوام المهمشين هم يرفعون الرواية هو جزء من الملابسات التي تحكي عن الرواية الرواية حين يتم تقديم لا القضية الكبيرة تخلق رواية كبيرة ولا القضية الصغيرة تقزم الرواية أحسب اشتغال الرواية على الموضوع وكيف يعمل عليه كيف يقدمه في أي سياق لا تكفي القضية العادلة أن تكتب عنها وتسرد ما يمكن أن تسرده هناك من ركب القضايا العادلة وشوهها سواء روايا أو سياسيا لذلك السرديات أو الشعارات الكبرى لا تخلقوا روايات كبرى برأيك هل كانت هذه أحدى مشاكل الرواية العربية قبل السورات؟ ممكن هذه إحداها يعني هناك كان هناك توجه أن تتحدث عن القضايا الكبرى فأنت قد تكون كبيرة بالرغم أن وهنا كان على حساب تهميش الجانب الشخصي الحميم لدى الإنسان لكن لا يمكن أن يتهرب الإنسان من أي قضية كل القضايا الإنسانية هي قضايا كبرى ليست هناك قضية تتمثل الإنسان وتكون قضية صغيرة أي شيء يموستل الإنسان هو قضية كبرى لأن الإنسان هو أهم في هذا الوجود ومن يدعي أن هناك ما هو أهم للإنسان أعتقد فهو واهم هيسم أنت طبعا بدأت بالكتابة منذ زمن طويل نسبيا يعني زمن طويل وكنت لسه صغير بالسن اليوم كيف تتذكر تجربة الكتابة بسوريا قبل الثورة تحت هذا الحكم المستبد؟ الكتابة في ذلك الوقت كانت لها نكهة مختلفة يعني كنت حين أكتب أشعر بالرقباء يسائلونني وبالرغم من ذلك كنت أصدق رقابة داخلية ذاتية ليست رقابة ذاتية بقدر ما هو معرفتك بالرقيب الآخر الموجودة الرقيب الأمني السلطوي لأنه كانت هناك مساءلات من ناحية أحيانا يسألك أحدهم ولا يفقه أي شيء في الرواية ماذا تقصد أفدني بذلك هل تعرضت لذلك؟ تعرضت لذلك؟ نعم وتعرضت لنفي التعسف ضمن البلد من مدينة إلى أخرى قرار أمني بالفصل بالنقل التعسفي من عامودة إلى حوالي 98 كم بعيد وهذه تلك قصة مختلفة أي بالعمل؟ بالعمل 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 وتم النقل وبناء على اتهامات لكن بالعودة إلى الجانب الكتابي الجانب الكتابي كنت أشعر يعني لم أشعر بالحرية لكن كنت أنتزع الحرية وأنا أكتب وكانت للكتابة نكهة أخرى من ناحية التحدي الآن أشعر أني حر بالمطلق عما أكتب وأشعر بأن القيود أكثر الحرية تفرض عليك مسؤوليات أكثر وحين بدأت الكتابة بدأت بتوسيع الأطور من حولي تحطيم القيود رويدا رويدا وأذكر أني في رواية الأولى مرت هناك بعض المقاطع حاولت تجنب كتابتها لم أستطع النوم يعني كان هناك ما يؤرقني فوجب أن أكتبها لأرتاح والكتابة بالنهاية هي راحة لمن يكتبوا علاج نعم بالتأكيد هيسا ممتع الحديث معك لكن الأسف في وقت البرنامج سينتهي سؤال أخير ستعود إلى سوريا أو تفكر بالعودة إلى سوريا يعني هذا السؤال كتبته في كتابي قد لا يبقى أحد مستشهدا بأحد الكتاب الروس سألوه لماذا لا تعود إلى بلدك قال العودة إلى بلدي يجب أن أزور المقابر فقط أصدقائي ومن يشكلون الوطن بالنسبة لي الآن هم في الخارج وهناك منهم من في المقابر أي وطن يمكن أن نعود إليه ما في أي وطن نعود إليه برأيك وهو قد يتبلور هناك وطن في المستقبل لكن بالنسبة لي آمل ذات يوم لكن لا أراه قريبا وتأمل لبناتك الله يخليهم أنه يتعرفوا إلى بالتأكيد بالتأكيد بالنسبة لبنات أنا حريص أن يتعرفوا إلى البلد وأهله وذاكرته وكل التفاصيل فيه لكن أرى هنا مستقبلهم أفضل إن شاء الله يكون في سوريا مستقبل أفضل ما بنقول أفضل من لندن لكن يعني نأمل بأن يكون مستقبل يحمل لنا الأمان في كل مكان في سوريا في لندن ليس هناك أي مكان محصن لذلك فنأمل بالأمان للجميع صحيح شكرا جزيلا هيسام حسين الكاتب والباحث والناقد والمترجم شكرا جزيلا لإلك مشاهدة كنا نلتقي الأسبوع المقبل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر